موسيقى وكي أكثر من العلم آخر طوال هذه البطولة وحتى في أرضية ملعب شهدنا العلم فلسطين ومدرجة دائما العلم فلسطين موجود وذكرت أن كنت قادم تواحد الجميع كنت قادم حتى وحدة كريس في بيبيا في كل ملدنا العربية وملدنا الإسلامية الحل لله الآن كما قلت الفوز ويان وياه لكن كما قلت دائما أغادا إن شاء الله يبدأ التفكير في المنظرات وهذه يقوي جهاز مغاربة زعلوا الإسبان في مغاربة زعلوا البلجيكيين في بروكسل واني يحتفلون بالتاول إلى نصف النهائي من الزاعة الأوروبية إن شاء الله يزاهم الإنجليز أو الفرنسيين وهذه اللاقطات من باريس وإن شاء الله كنتم طارق الحزن الجاي في الطريق إن شاء الله إلى الفرنسيين لو جاءوا النصطيني عادي يا ما شاء الله نوار وحالة جدا معلات الكابتانه مع أحمد السيد مبروك للمنتخب المغربي ألف مليوم مليوم مبروك للشعب المغربي وللشعب العربي على الفوز النردة على المنتخب البرتغالي أنا واحد من الناس كنت متوقع المكسب النردة للمنتخب المغربي سواء كان حيلعب المنتخب البرتغالي أو حيلعب المنتخب الوصري دعونا نتفرج ونشوف أنا قلت إيه في الحلقة اللي فاتت لما كسبه المنتخب الاسباني ونرجع نكمل مع بعض تاني الفائز من البرتغال أو السويسرا سواء البرتغال أو السويسرا لا المنتخب المغربي عدي يفوز وأنا بقول الكلام ده على مسؤولية الشخصية وليدي الراجي لو قابل موارات ياكين أو قابل سانتوس المدير الفائن البرتغالي لا يعدي ويفوت وأنا متحمل مسؤولية يعني نتيجة الكلام ده بالتركيز بنفس التركيز مباراة اسبانيا بنفس الفكر اللي اتلعى في مباراة اسبانيا لا يقدر ويوصل المنتخب المغربي للسيمي فاينال إن شاء الله في كاس عالمي الكلام ما أنا قلت في الحلقة اللي فاتت ده مش وليد صدفة مش منفراغ أنا حسيت في مورات المنتخب المغربي قدام منتخب الاسباني إن فيه شخصية بطل موجودة في أرادات الملعب إن فيه كوتش موجود في أرادات الملعب بره هو وليدي الراجي يعني لا حاجة علمية ليس طايل في اللعب لشخصية قادر أنه يفرد أسلوبه على الفريق قادر أنه يفرد شخصيته على الفريق قادر أنه يفرد فكره الفني على الفريق وبالتالي شوفنا في أرادات الملعب قدام منتخب اسبانيا فكر حلو من وليد الراجي توقعت ان هيتكرر نفس الكلام قدام منتخب البرتغالي وقلت وريد الراجي حقيق سبسانتون السانتوس ضعيف فنيا من أضعف المديرين الفنيين الموجودين في البطولة على غيرار تيت زي ما شفناها مبارح وعلى غيرار لويس انريكي لا بالعكس ده هو أضعف منهم بقى النهار ده بريد الراجي بحقيق الراجل جاي متضار للنار الراجل جابوه الجامعة المغربية فاوزي لاججع قال له تعالى حماشي وحيد حاروزيتش هتيجي تمسك اللاعب ماتشين والديين ودخل على بطول الكاس العالم فجأة الراجل شفنا الأداء والفكرة بتاعه في الملعب وصل للدور السيمي فاينال من كاس العالم انا عايز بقى اداراتنا تتفرج تشوف المدرب والبصمة اللي بتيجي من أول لمسة اداراتنا العربية بتجيب المدربين وتيجي تخليهم وتقولك لا يا عم خليه ده لسه عشان يخش وينسجم عايزه 15-20 ماتش 30 ماتش عشان يعرف ويحفظ الفرقة بص والدي دراجي من أول بصمة من أول لمسة أول تركاية كده وصل المنتخب المغربي إلى الدور السيمي فاينال مبروك للشعب المغربي مبروك لكل الجميلة المغربية هزي البداية ومازال مازال نتوقع معايزين لسه المزيد لسه يعني انا قلت من حلقة اللي فاتت ان حلم 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 خلاص يعني مش هيتقرر انجاز زي ده ان انتوا توصلوا إلى الدور التمانية وكسبتوا ووصلتوا للدور السيمي فاينال نمسك ونتسبس بالأمل لغاية آخر نفس هتكلم عن المباراة النهاردة فنينه تكتكاه المنتخب المغربي عمل ايه ووليد الراجي عمل ايه وتعامل ازاي فنينه تكتكاه مع الإصابات اللي ضربت الفريق وسانتوس المدير الفني المنتخب بورتغال طريقة لعبة كانت عاملة ازاي تشكلته السيئة قوي 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 من أسوأ ما يكون تشكيل السيئة لمنتخب البرتغالي مع انتناقة اللقاء خلت المنتخب مغربي يتفوق ويكسب المباراة ويوصل إلى دور السيمي فاينال من كاس العالم هينتظر الفائل ان شاء الله من اللقاء انجلترا وفرنسا باتفرج على الاول مرة ينسى سابسكراي في القناة الفعل زر الجرس وعم حاجة اغبطوا لايك الجامد وتفرجوا على حلقة فنية هتعجبكو انت ان شاء الله بحاجة فنية هتعجبكو بتحليل مباراة المغرب والبرتغال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سابسكراي البرتغالي الاول ومدير الفني سانتوس تشكيلته وهل دي كانت التشكيلة المناسبة اللي بيدي بيها في مراقوية قدام منتخب المغربي خاصة انت شفته في المباراة قدام اسبانيا والاستايل اللي عام ريادر رجاي في الملعب والشخصية بتاعت منتخب المغربي والتأفير والديفنس الدفاع اللي كان بيلعب بيهو بيعلعب ونص معلعب القوي للمنتاج المغربي. هل دي طريقة اللعب المناسبة؟ وهل ده التشكيل المناسب؟ هو دائما بيعلى أربعة ثلاثة ثلاثة. ولكن التشكيل خبأ يعني أخطاء كارثية. أخطاء كارثية ما يعملهاش بيبيز في التدريب. انت لعبت النهاردة بأربعة ثلاثة ثلاثة دياز بيبي دالت ناحية اليمين ولعبت بجاريرو لعبت برقم ستة نيفيز لعبت باتنين قدامه بيرنان سيلفا وتافيو لعبت بسترايكرز راموس لعبت ناحية الشمال ولعبت ناحية اليمين برونو فرناندس. أول غلطة أول غلطة أنت لعبت بيه وهو دالت. دالت ما يلعبش باكي مين معاك. ما تشغلت ناحية كويس ولكن عندك كنسلو قاعد دكا يبقى كنسلو يلعب مكان دالت. ناحية الشمال جاريرو أوكي. لكن كنسلو هو اللي يلعب ناحية اليمين. دي أول غلطة. تاني غلطة عندك رقم ستة عندك قاعد بارا كارفايو أحسن. لعب رقم ستة يلعب في البرتغال كلها. مين نيفيز اللي انت جايبه يلعب رقم ستة في المنتخب البرتغالي. دي تاني غلطة يعني كارفايو يلعب على حساب نيفيز. خب أقل الاتنين اللي قدام اللي بيلعبه التمانية. لعبت باوتافيو ولعبت جنبه بيرنان سيلفا. hundreds. جايبس بيرنان سيلفا بيلعب في المنجشستا سيتي وينك. فانت مفهور بيرنان سيلفا يجي على حساب بيرون فرناندس وتعكس. يعني بيرون فرناندس است евطار بيرون فرناندس بيلعب في المنشستاه السل guards بيركو بيلعب رقم 10. فانت فجأة ننت جبت بيرون فرناندس ضعبته كوينج رايت وبرون فرناندس ا vector. فانت بده تجيبه هنا كدا. وتسحب بيرون سيلفا تقوم حطه هنا كده. دي غلط. الغلطة التانية جوو فليكس بيلعب به تحت راسين الحربة برقم عشرة في أتلتكو مادريد. فجأة انت حطيته ناحية الشمال هافليفت وعندك قاعد برا لياو. نجمي اسمي لان. لياو ما يعطش. اللياو يلعب ناحية الشمال ويلعب هافليفت. يبقى دي الغلطة الكارثية. شوف بقى الثالثة ولا الرابعة اللي تتلعب. فانت جوو فليكس انا بقولك ان انت جوو فليكس ممكن انت تتريحه. يقعد دكا مفيش مشكلة. ويجي لحسابه اليو. قش بقى الخط اللي قدامين. استرايكرز انت ماتش اللي فات. اخدك غرورك واللي عمله راموس في المباراة اللي فاتت قدام سويسرا. راموس لعيف صغير. غامرت بي قدام سويسرا. اه كفأك وكفأ كل الجميلة البرتغالية وجاب هاتريك. ولكن سويسرا مش زي المغرب. المباراة دي مباراة صعبة. مباراة حساسة. عايز خبره. عايز اللعيب التقيل. عايز اللعيب اللي من انصف الفرص يخلص. مشيت معاك في سويسرا لان سويسرا خصم ضعيف. خصم متهالة. خصم الساح. ما يمشيش معاك قدام المغرب. يبقى ماتش زي ده. عايز كريستانو مالدو يلعب قدان. يبقى تلعب بلياو كريستانو مالدو وبيرنسيلفا. تحتيهم برونو فرنانديز وتلعب بيه وتافيو وكارفايو. تخيل بقى انت كام واحد شارخ غلط في بداية تشكيلتك قدام منتخب المغرب. لعيبة كتير شاركت غلط. نيفل شارك غلط. تمركوزات اللعيبة كلها لعبكت فيها وجبت ده هنا وجبت حطيت ده هنا. ده تشكيل اللي انت كنت لازم تلعب به. دي طراءة اللعب المناسبة اللي انت كنت لازم تلعب بها قدام منتخب المغرب. تالي شكلك في الملعب كان فيه فركاشة عند المنتخب الورتغالي لما ابتعدى اللقاء المنتخب المغريب زي ما شوفنا تشكيلته من احسن اللعيبة نص ملعة موجودة فيه المغرب. تالي برقم ستة يا صفيان المرابط هايل. انا بقول لك من النهاردة خب بقى احسن لعيب رقم ستة في البطولة بعد ما طلع بقى برازيل وشوفنا كاساميرو. لأ صفيان المرابط احسن لعيب نص ملعة هياخد السنة دي فيه كاسر عارض. زي انجولو كانتي فيه الفين وتمنتاش. انا بقول لك صفيان المرابط هو احسن لعيب رقم ستة موجود في البطولة. لو رحنا قدام وناحي. وناحي هايل. سبات وستايل وكرا اكتر وشخصية وتقيل في المرعب. حاجة كده كان بيفكرني بطريقة تايب لعيب منتخب ليبيا. حاجة كده زيه. ولكن طبعا طريقة تايب في حتة المرأة اعلى شوية ولكن هو ستايله زيه. يتقل عالكورة ويلف والفنت والمراوغة وعينه حلوة في الملعب ازاي يوزع اليمين ازاي يوزع الشمال. المنتخب المغربي ما يميزه واللي كسبه مباراة اسبانيا واللي كسبه ناده دم ونتخب مغرال بيعرف يطلع بالكورة ودي حاجة صعبة قوي. مش اي مدير فني يجي يمسك يخلي اللعبة ويحفزها ازاي يعمل بلدب وازاي يطلع بالكورة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية وازاي للهجمة. الجبهات اللي فيها حكيمي مع حكيم زياج مع اللعب اناحي ازاي بيسحبوا الفارقة للحالة الهجومية. ازاي بين الكورة من ناحية ناحية الشمال وشوفنا الكورسات اللي كبرت لعب عرضية من لما حكيم زياش كان بانجل يستلم ويرعبها لسوفيان بوفال وكزلك العكس لسوفيان بوفال لما كان بيجي يعمل بلدب ويجي استلم الكورة يقوم اعاكس الملعب للناحية التانية ازاي. شايفين بعض كويس. شايفين بعض كويس. من اقل العيبة برضو المباراة التانية على التوالي هو املاح. املاح في نص ملعب ازاي وناح. وده بيعيب المنتخب المغربي. املاح برضو لسه الغد دلوقتي بعيد تماما 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 عن مستواء الفني والبدني. من البطولة والحداشر اللي كنا موجودين في البطولة. تعامل ازاي وريدت الراجي الغيابات اللي ضربت الفريق عنده سنتر باك نايف اقرد شارك الناحية واحد من احسن العيبة اللي لعبت النهاردة وكان بتلعب بجرين توروح وحماس وهو جواد اليميك. جواد اليميك بصراحة ما حسسنيش ان النايف اقرد غاية. روح على نعية الشمال كان بيغيب مزراوي. انا واحد من الناس بالنسبالي لان الناحية يعطيه الله يعني اثبت لي انه احسن من مزراوي. وخاصة ان مزراوي بيلعب رجل اليمين. فراج النهاردة يحيي عطيه الله بيلعب برجل الشمال. هو السبب النهاردة في الهدف ولقطة الهدف اللي جات. لو نيجي تفرج على لقطة الهدف اللي جات كرب من ناحية الشمال دخل يحيي عطيه الله. عمل اقرص للناصر. والناصر كان مضيع فرصتين قابليها. يعني فيه فرصتين بالهجز ما تزبطتش الشنكان والرقبة ما كانتش الضبطة. بلكن الثالثة زي ما بنقوله التالتة تبتح وتيجي هدف للمنتخب المغربي. انا وقاية اتفرج حسن منتخب مغربي هيكسب وهتجيب جون والناس اللي كده هتفرج معي قلتلهم المغرب هتجيب جون. ولو جابت المغرب جون هتقفل وحتحفز عليه وهتطلع وهتكسب المباراة. الديفنس المتخبر الغالي ضعيف. دياز مع بيبي مع ناحية اليمين دالوت القرى تلعبت من عنده. ناحية الشمال جاريرو برضو الجامب والتيكوف اللي اتعامل من الناصري. يعني كله بيقول ان الراجل تلعب على اتنين متر ونص ثلاثة متر. ما قدرش طبعا يعني الحارس ان هو يعمل معه اي حاجة. بيبي او دياز يتعاملوا معاه. هدف حلو قوي 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 للمنتخب المغربي. سانتوس بقى مع بداية الشوت التاني ابتدى ان هو غاية تلعب. ولاب اربعة اربعة اتنين. وقام حتى راموس جامبو سترايكرز للمهاجم كريسان رومالدو. ولسه مسر ان برونو فرناندز يلعب ناحية التار في ناحية اليمين ولسه ناحية الشمال مسر ان اجواه فليكس يلعب في الحتة دي. بيبقى فيه سويتشات ما بينهم ولكن الاتنين اصلا ما بيلعبوش اصلا طراف. كده ضربت الجبهات بتاعتك سواء الوينجرايد او الوينجليفت. ابتدى الشكل يتحسن الى حد ما شوية لما نزلت اليو ناحية الشمال وناحية اليمين اصريت برضو ان برونو فرناندز يلعب ناحية اليمين. طب ما انت تجي برونو فانزل تدخطه في القلب وتجيب برونو سيلفا تلعبه. يعني طرف في الحتة دي ما عملتاش ابدا. ابدا ابدا عمري ما شوفت برونو سيلفا اتسحب كده من القلب من العمق الملعب ولعب طرف في ناحية اليمين. والراجل في منشتة السيتي مع بيب كورديولا بيلعب طرف يمين. يا هو يا رياد محز. فانت فقط ستين او سبعين فيلمين من خورطورة برونو سيلفا. راجل كارثة. راجل بصراحة انا بستغرب من مديرين الفنيين بصراحة يعني. راجل غريب المدير الفني ساندوس مدرب وتكالي انا اتكلمت عليه كتير وقلت في الحلققة بتاعتي انه راجل ده مدرب مش كوتش. في راجل يبقى مدرب وراجل كوتش. ايه الفرق بين المدرب وكوتش مدرب بحض التكشير وحضت الخطة وقلب يا معلم. ده مدرب. الكوتش ان انا لأ ابقى صح صح. ابقى فاهم. زي اقلب واش اقلب الملعب ازاي. اقول العيب يلعب في مركزه. انت لغبط نفسك. ولغبط لعيبتك. معرفة الشي رجع في المباراة. يعني المنتخب بورتغالي باستثناء التزديدة اللي شاطها جو فليكس. يعني هي دي اكتر تزديدة على ياسين بونو غير كده. مفيش اي حاجة على المنتخب المغربي او ياسين بونو خط الدفاع اتعامش كويس في المباراة. تغييره يدي دي دي دراجي والتغييرات اللي عملها ما جاء غاية تلقية لعبه لعب 3 خمسة اتنين وجاء منزل يا بدر بانون يلعب سنتر باك ثالت. اتصاب للأسف يعني رومون سايز سنتر باك. واما نزل لها بقى كان اشرف داري. يعني لعب 3 خمسة اتنين لعب بسلسة سنتر باكات اشرف داري. واضل ياميك وبدر بانون. هما دول السلسة الدفاعي اللي امنوا المباراة وطلعوا البر الامان للمنتخب المغربي. ادر بقى المنتخب المغربي ان هو يعني يمشي المباراة وليز الراجز زي ما هو عايل وشدة الاعصاب بقى. والفرصة الخطيرة اللي جات في اخر المباراة لبخلال اللي هو يعني مش هتعمل عب شكل سيء قوي. كان لازم يفنشها بشكل احسن من كده. ولكن تمشي المباراة ويكسب المنتخب المغربي المنتخب البرتغالي اللي يضرب معه مباراة سيمي فاينال. يقامل فائز مباراة فرنسا وانجلترا. هننتزل الفائز منهم. كل حاجة متوقعة. المنتخب المغربي يقدر يعمل مستحيل. الحلم يعني احنا بنحلم احنا كعارة عرب. وانا واحد من الناس بحلم بقى المنتخب المغربي انه يلعب في الفاينال. خلينا بس ناخد ستيب باي ستيب. وخطوة خطوة. يعني مباراة الجاي فرنسا او انجلترا. اه مباراة صعبة قوي 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 طبعاً من اصعب يعني من مباراة اسبانيا. اصعب من مباراة البرتغال. انا قلت اسبانيا تعدي البرتغال تعدي. ولكن منتشي الجاي صعبة اوي. د perm انجلترا او فرنسا تقيل قوي قوي قوي. ولكن يعني في حاجات ممكن انت تقالل للفا��인�icate الفنية ما بينك وما بين المنتخبين دول. ممكن بتجري انت بالحماس بالرغبة بالجمهور بالتركيز بالتعامل الولاد الراجي مع المباراة اصابات ضربة الفريق مش عارف يعني هيحصل ايه الفترة الجاية رامون سايز بيغيب نايف اقرب بيغيب ميك زراوي بيغيب ايه اللي هيحصل الفترة الجاية مش عارف ولكن خلا نشوف ايه اللي هيحصل ايه المباراة الجاية ما بين المنتخب المغريبي وانتظر فايز من انجلترا وهي فرنسا بلف الف مليون موروك انا واحد من الناس عيد ومقصود وفرحان بالمنتخب المغريبي بس داخل الحلقة عمالك وبتالي احمد سايز والسلام عليكم وانتطلورك